أهلا بحضراتكم من جديد وباقي تفاصيل برنامج أو فقر الترند الترند هتكلم بقى على مباراة ليبيا ومصر بالأمس وكانت فيه الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم عايز أقول مكسب مبارح مكسب مهم جدا أولا أنت قطعت خطوة كبيرة جدا لصدارة المجموعة ونتكلم في فرق نقطتين أو انتصار في أي من المباريات القادمة تتعاهل مباشرة إلى الدور الثالث بالإضافة لده مكسب مبارح يمكن هيساعدك في التصنيف خلال الفترة اللي جاية لكن قبل ما اتكلم على التصنيف مباراة الأمس كانت فيها مزايا عديدة جدا ألا وهي الفوز خارج الأرض ده ما حصلش بقاله فترة طويلة جدا انت آخر مباركة خارج الأرض كانت أمام الجابون وكنت خسرها لغاية الدقيقة 90 النقطة التانية اللي انت كسبت المنافس المباشر لك في المجموعة زهابا وقيابا وبالتالي خلاص في فرق المواجهات المباشرة انت تخطيته الجزئية الثالثة فكرة ان المنتخب يكون عنده تاكتيك معين واسلوب لعب والاعتماد على الشكل الجماعي للفريق دي كانت نقطة غايبة عن المنتخب بنتكلم من أيام هكتور كوبر مش من خلال فترة الكابتن حسين البدري فقط انبارح انت شايف عمر مرموش اللي كان ظاهر في المباراة الأولى والتانية بشكل متميز جدا دور رائع لعمر السلية ومحمد النيني دور ولا أروع في وسط الملعب الأطراف ودورها بشكل متميز سواء أكرم توفيق أو أحمد أبو الفتوح في الظاهير الأيمن والظاهير الأيصر دور أحمد حجازي في تكملة الهجمة دور كمان مصطفى محمد في فتح المساحات مع محمد دا صلاح كل هذه الأمور ندر نقول من أهم إيجابيات منتخبنا بالأمس ولكن الفوز المعنوي كويس والجهاز الفني بقيادة تاكارلوس ساكيروش لسه جديد فمحتاج دفع قوية أنا عجبني نقطتين في الجهاز الفني أولاً تحس كده أن المدير الفني البرتغيالي المنتخبنا الوطني فيه سبات فيه اتزان فيه عقلية مدرب بيتعامل مع أهمية المرحلة وعارف أنه لسه محققاش حاجة فأنا بحب جداً أبوصل أشوف وجه المدرب لما بيتم يحرز هدف ساعدته بالهدف عاملة إزاي؟ لقيته بالعكس عادي جداً بيتعامل مع الأمور بشكل طبيعي دون عارف لسه محققاش حاجة ولسه عارف أن المباراة القادمة مباراة مهمة جداً ولكن الجزء الثاني اللي عايز أتكلم عليها خدوا بالكو المجموعة بتاعتنا مش مجموعة صعبة ممكن إحنا نكون صعبناها نفسنا لما تعدلنا مع الجابون لكن لو بسيط على شكل المجموعة أنت بتلعب مع منتخبات في منهم منتخبين اللي هو منتخب الجابون ومنتخب أنجولا ومنتخب ليبيا لم يتأهل لكاس الأمم الإفريقية فتتكلم معاك في البطولة أو في المجموعة فرقتين ما رحوش كاس أمم بالإضافة لده أنت لازم تكسب مباراتك بره جوه عشان التصنيف ليه عشان التصنيف؟ أنت لغاية اللحظة دي لسه في تصنيفك في إفريقيا رقم 6 بعد المغرب والجزائر والسنغال وتونس ونيجيريا أقرب المنتخبات ليك منتخب بنيجيريا فبتحول قدر إمكان تقرب مني نيجيريا خصت على أرضها من أفريقيا الوسطى ثم فازت خارج أرضها لأفريقيا الوسطى فبالتالي كسبت ماتش وخسرت ماتش أنت كسبت ماتشين قردت منها في الرانكينج في التصنيف بنسبة كبيرة بعد تصنيف هذا الشهر نقدر نقول بنتكلم في حوالي 25-30 نقطة ما بين مصر ونيجيريا ممكن يتعوضوا في الجولتين القادمتين وإذا معاد قرعة الدوري التالت بتاع التصفيات كاس العالم هي لسه ما تحددش معادها لكن لو تأجلت لي بعد كاس الأمم وده صعب طبعا تصنيفك هنا هيبقى ممكن يبقى فرصة طيبة أنك لسه هتواجه نيجيريا في مباريات كاس الأمم نيجيريا معك في المجموعة في البطولة التي تصدفها الكاميرون من 9 يناير لل6 فبراير فبالتالي عندك فرص عديدة جدا الناس تقول لي أصلي لسه فيه كاس فيفا العرب ممكن تعلي التصنيف البطولة خارج الأجندة وبالتالي خارج التصنيف معاد إعلان القرعة هو اللي هيفري في توقيتك وانت وقتها تصنيفك ازاي في البطولة أو في المجموعات مع المنتخبات الأخرى نيجيريا هي أقرب المنافسين لابنتكلم مثلا لو نيجيريا في تصنيف شهر ستمبر الأخير عاملة 1472 نقطة مصر 1442 نقطة بنتكلم في حوالي فرق 30 نقطة مع انتصارات هذا الشهر بنتكلم ممكن الفرق يوصل لحوالي 25 نقطة وتبقى النتيجة الرابط جدا مع الجولتين القادمتين في نوفمبر لكن مهم جدا نكسب المبارتين كده كده بإذن الله نتأهل من العرش على تعادل ونشوف ليبي هتعمل إيه اكسب الست نقطة عشان تقرب من التصنيف الناس هتقول لي ما انت لو عايز تكسب وتتأهل تواجه أي فريق بس مهم جدا لما تبقى من الخمسة الأوائل لقاء القيابة لا يكون على ملعبك مهم جدا انك تواجه الكنغو ولا تنزانيا ولا مالي ولا بنين في التصنيف أقوى أو أفضل ما تواجه المغرب ولا الجزائر ولا السينغال في الفترة الحالية انت لسه بتبدأ مع جهاز جديد ومجموعة لسه بتحاول تشكلها لفترة الجاية فبالتالي اختار الطريق الأسهل عشان يكون مناسب ليك في التأهل وكلنا عارفين طبعا اللي كان موجود أيام في فترة براتلي لما اطنعنا بصعب التصنيف وواجهنا غانة وكانت مرحلة صعبة جدا وخرجنا لما نتأهل بسبب هذه المجموعات وبسبب هذا الدور ده الأمور المتعلقة بمكسب مبارح وصدرت المجموعة بعشر نقاط وليبيا ست نقاط وايضا كمان التصنيف والتأهل في المرحلة اللي جاي